أهلاً بحضراتكم مرة أخرى بعد الفاصل ورجعنا لكم بموضوع الفقرة الحلقة الأساسية وهي الفقرة اللي هنتكلم فيها النهاردة بتخص موضوع جديد جداً يخص الشعب المصري ويعني مصطلح جديد ممكن يكون جديد جداً على أسمعنا وعايزين نتعرف عليه النهاردة إن شاء الله بكل سهولة وبساطة بإذن الله انطلاقاً من مراحل التنمية التي تمر بها مصر في جميع المجالات بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نتحدث اليوم عن التحول الرقمي بمصر أي إحلال الوسائل الإلكترونية بكافة أنظمة الدولة وإلغاء النظام الورقي تماماً من كل الجهات الحكومية وذلك لتيسير على المواطنين وتوفير الجهد والوقت ونناشط جميع فئات المجتمع بمواكبة هذا التغيير والإطلاع والتدريب على كيفية استخدام هذه الوسائل الرقمية وبذلك نسعى لمحو الأمية الرقمية وأيضاً دمج زوي الإعاقة بالمجتمع وإطلاعهم على جميع حقوقهم والخدمات المقدمة لهم من قبل الدولة المصرية العظيمة عنوان حلقتنا النهاردة إعزائي المشاهدين هي محو الأمية الرقمية وبالطبع مش أنا اللي هتكلم معنا الخبير في كل هذه المواضيع القوية اللي بتخص الدولة المصرية العظيمة وهو دكتور جمال عبد الراضي الخبير الاستراتيجي في إعداد القادة للتنمية المستدامة للتحول الرقمي للدولة المصرية أهلاً وسهلاً دكتور جمال بنرحب بحضرتك في بنامج أنا والملكة أهلاً وسهلاً يا فندم أهلاً بحضرتك دكتور وتحياتي لفريد الإعداد والمزيعة صاحبة صناعة السقة للحياة مرسي يا فندم والسادة المشاهدين المتابعين وخصوصاً يعني من زوء الإعاقة وأصارهم أكيد يا فندم إحنا مخصصين الحلقة النهاردة للفئة الكبيرة اللي موجودة في مجتمعنا وهما زوء الإعاقة طبعاً دكتور جمال إحنا قلنا دلوقتي مصطلح جديد جداً على ما سمع أي حد في مصر وهي محو الأمية الرقمية إحنا بالتأكيد كل فرد عارف يعني إيه محو الأمية وهي الجهل بالقراية وبالكتابة وإن إحنا طبعاً بنعيد تعلمهم ولكن بالتقدم الآن التكنولوجي الكبير وطبعاً برغبة سيد الرئيس بموضبة مصر لأعلى أنزمة التقدم فهو سيادته قرر أنه يخلي مصر دائماً في أعلى المراتب وبالتالي تحويل كل المعاملات إلى معاملات إلكترونية ورقمية وبالطبع دكتور جمال مش كل الناس عندها استطاع أنها تستخدم هذه الأجهزة الإلكترونية فبالتالي في فئة كبيرة جداً ما عندهاش المقدرة دي فعنا النهاردة إن شاء الله بوجه لحضرتك شوية أسئلة في الصميم أسئلة بسيطة جداً وعايز حضرتك تجاوب عليها إجابات برضو بسيطة جداً علشان المواطن البسيط يقدر يفهمها أول سؤال دكتور جمال إيه السبب في الوقت الحالي أن يكون في تحاول رقمي؟ ولماذا الآن؟ والله هو منظومة التحاول الرقمي اللي هي ديجيتال ترانسفورميشن بالحوكمة الإنترنت أيوة في المفهوم البسيط لو إحنا قلنا حكومة بلا ورق زي ما حضرتك ذكرتك أيوة دكتور بزدارة حكومة بلا مكان ولا زمان كمان ده مهم لاختصار الوقت يعني أيوة دكتور لا تأتي إلينا لك أن نقدم لك الخدمة ولكن نحن نأتي إليك أيوة لنقدم لك الخدمة نقدم لك الخدمة تمام؟ آه يبقى داماً بغرض التيسير على المواطنين بالضبط كده الجزء اللي حضرتك بتكلمي فيها أني ليه دلوقتي بالذات يعني ليه دلوقتي بالذات بكتورة آه آه طبعاً الحكومات حالياً أو الدول عمتاً أيوة هي ساعت في إنشاء الموضوع منذ أن تم فعالياتها في الأمم المتحدة من سنة 2003 في الفترة دي لغاية 2005 أيوة فطبعاً مواكبة العصر مهم جداً لصناعة التجارة أيوة والاقتصاد والاستثمار فليمكن أبداً أي إنسان يتاجه لحاجة مش مزبوطة في الخطة المستدامة أو التنمية المستدامة للدولة المصرية أيوة فهنا مهم جداً أن كل المواطنين يتعلموا أو يتدربوا يتدربوا حتى حتى كبار لكن مش دي الشريحة المعنية هي شريحة المعنية من التحول الرقمي الشباب لأن الحياة بتقام بالشباب بالضبط طبعاً إنما الكبار هو مجرد يعرف يستخدم التحول الرقمي أو تكنولوجيا المعلومات يعني الحد الأدنى من الاستخدام الحد الأدنى اللي هو حده الشخصية أيوة يقدر بس يمشي حاله يعني بالمعنى كده الدعم علشان هو ممكن يحتاج لشهادة ميلاد يحتاج لشهادة طلاق يحتاج لبطاقة يحتاج لأوراق يحتاج لأي مستند فهو لازم يتعلم دوت لازم يتعلم ده الشريحة اللي هي ممكن يتم تدربها بشكل حد أدنى لكن الشريحة اللي هي أو الفئة اللي موجودة في المجتمع هي الشباب لأن الحياة بتقام بالشباب يعني مركزين أكتر على الشباب طبعا يا فندم لأن الشباب هو اللي هيقام بالحياة أكيد طبعا هم أساس المجتمع بالظبط هم الجيل اللي هيقود يعني الدفة لمجتمع متقدم بالظبط وده اللي سيد الرئيس بيسعى لي فدي ركيزة مهمة من الدولة إنها طبعا بالتواصل الجيد مع وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات لفتح المنصات الإلكترونية لتعليم الدورات التدريبية لخلق جيل جديد يقدر يستطيع أن هو يبني بنية تحتية مظبوطة في الدولة المصرية والدورات التدريبية دي بتتمي فين بالظبط يا دكتور جنيا حاليا دلوقتي جميع المؤسسات فتح المجال يعني وزارة الاتصالات عاملة أكاديميات كبيرة جدا وتعمل دورات كبيرة جدا على المنصات الإلكترونية لتعليم الدجيتال ترانسفرونيشي ممتاز يعني متوفرة متوفرة كمان وزارة التضامن معالي الوزيرة نيفين القباج طبعا بنوجه لها تحية كبيرة أكيد طبعا ومساعدها برضو هم برضو عاملين برتوكول تعاون مع جهات كتيرة في تكنولوجيا المعلومات للدورات التدريبية دي للمساعدة في المجتمع المدني وبعض المؤسسات الحكومية والغير حكومية كمان برضو فتح الباب موجود حاليا حضرتك بتلاقي على الميديا منصات كتيرة جدا للتعليم مثل التحول الرقمي أو تكنولوجيا المعلومات ده موجود ممتاز يا دكتور طب دكتور جمال يا طريد دكتور التحول الرقمي ده بكل متطالبات هو أولا في حاجة اسمها الخطة المستدامة اللي أولى عشان المواطن يفهم جزئية بسيطة عايزين نفهم المشاهد يعني ايه خطة المستدامة دي اللي طبعا ندى بها سيادة الرئيس تمام اللي خطة عشرين ثلاثين أيوا أيوا دكتور فهنا مفهوم الخطة المستدامة ببساطة عشان المواطن يبدأ يفهم يعني ايه تحول الرقمي بقى لا يمكن أبدا تنجح أصلا الخطة دي إلا بتعليم التحول الرقمي إن لازم بداية النجاح بتاعها إن المواطنين كلهم والحكومات المؤسسات تعرف يعني ايه تحول الرقمي ده البيز الأساس القاعدة الخطة المستدامة عشرين ثلاثين هي دوام الاستقامة على النجاح حلوة العبارة دي يا دكتور جمال دوام دوام الاستقامة على النجاح على النجاح يعني أنا النهاردة مثلا زي سيادة الرئيس مثلا عمل العاصمة الإدارية هي أكبر عاصمة في الشرق الأوسط وفي العالم مصر الجديدة هي رقمية كلها بأعلى تقنية كلها كلها رقمية بتقوم على النت الأرض يا دكتور جمال ولا لا 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 هي حضرتك علشان من ضمن نجاح أو متطلبات التحول الرقمي عشان ينجح لازم عدة أشياء أعداد قادة جيدين بالزبط كمان شبكة اتصالات جيدة جيدة كمان استيعاب المواطنين لأنهم يقبلوا هذا الجديد كمان الشبكة الأرضية يعني بيبقى فيها بعض الأعطال زي مثلا الشبكة سقطت والسيستم وقع ومش عارف إيه فسيادة الرئيس علشان الحكومة كلها أو الوزرات كلها هتتنقل العاصمة الإدارية وما يبقاش فيها أعطال في السيستم زي ما بنواجه أحيانا لازم يا فندم يعمل لهم حاجة تكون مواكبة لدول العالم كلها طبعا فرفع طبق وأول مرة يتم إعلان عنه من خلال ممتاز جدا يا دكتور دي حاجة جديدة فعلا أنا والملكة مرسي يا دكتور أن فيه طبق طيبة طبق طيبة طبق طيبة واحد بقى في عنان السماء حاليا ممتاز علشان لما الوزرات تروح لعاصمة الإدارية تشتغل بتقنية عالية ما فيهاش بقى لا شبكة وقع ولا فيها سيستم وقع ولا فيها عارفة يعني الطبق ده هيغطي بس العاصمة الإدارية دكتور ولا مصر كلها هيغطي العاصمة الإدارية وهيغطي بعض الأماكن اللي حواليها وبعد كده فيه طبق فيه أمر 2-2-3 ده تدريجيا ممتاز الخطة المستدامة هي استقامة العمل على المدومة فأنا مثلا لما سيادة رئيس عمل بين التحتية العاصمة الإدارية أيها عمل مباني ممتاز دي مثلا خادت سنة سنتين هيعمل بعد كده دخول الشبكات عليها أيضا خادت ستة شهور كوي هيعمل مثلا هينقل الوزرات خادت ثلاث شهور دي اسمها خطة مستدامة هي انتقال من مرحلة مرحلة ومستقيم لغاية إتمام العمل ما يتم نجاحه بشكل نهي يبقى دي اسمها خطة مستدامة لا يمكن أبدا الخطة المستدامة دي من أول أهدافها النجاح بتاعها أني لازم أعرف يعني إيه تحاول رقمي طبعا طبعا ده الأساسي فده متطلبات التحاول الرقمي لنجاحه لازم تبقى البنية التحتية شبكات الاتصالات كمان يبقى فيه إعداد قادة جيدين أنك تعدي دورات قوية جدا لإعداد القادة للموظفين بتعدي دولة كمان من باب يعني الأولى يعني هو الأساس في الموضوع أكيد ده يتم نجاحها آه يا دكتور بالطريقة دي طيب دكتور جمال التحاول الرقمي ترى هيكون في المستقبل عبارة عن إيه يعني هو طبعا آه التقنيات ما بتقفش عند حد معين يعني النهاردة لو أنا آه عندي مثلا موبايل آه شركة صنعته أين كان آه بتبتدت حط فيه آه صفات معينة بكامرة بعد كده اتعمل بكامرتين ثلاثة أربعة بعد كده بينقل صورة آه بعد كده يقدر يسجل آه في في أبعد مسافة فالتحاول الرقمي آه هو هو سريع جدا 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 في أنه ينتقل من مرحلة لمرحلة أفضل لمرحلة أفضل ده مستقبلا أيوه يعني بالمعنى الأصح عارفة حضرتك أنا بشبهها بحاجة جميلة جدا ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يفهمون يفهمون لعلهم يعقلون لعلهم يتذكرون ضرب المثل ده من الحكمة طبعا حتى وأضرب أمثلا أحد الفقهاء الصالحين قالوا أضربوا أمثلا عسل قوم يفهمون عسل قوم يفهمون يضرب المثل لإيه عشان يناس تفهم حلو أول طبع دكتور جمال هنكمل مع حضرتك بس معانا على التليفون ألو ألو أستاذ جرجس وزيع مدير عام إدارة حدايا الأوبة الاجتماعية بمديرية التضامن بالكاهرة أهلا وسهلا أستاذ جرجس أهلا وسهلا بيك دكتور أميرج أهلا بحضرتك منور برنامج أنا والملك كيف عندي زي بيش منور برنامجكم الله يخليك يا أستاذ جرجس ولا يا أستاذ جرجس إحنا النهاردة موضوع حلقيتنا طبعا عن محول أمية الرقمية وطبعا دي حاجة جديدة جدا على مسامة الناس في المجتمع المصري وإحنا عايزين نوضح لهم يعني إيه محول أمية رقمية وبالطبع يا أستاذ جرجس مجموعة الشباب طبعا هم الأساس في الموضوع ده ولكن هو سهل عليهم طبعا تعلم موضوع اللي هي التحول الرقمي في مصر ده بالنسبة لهم سهل وميسر جدا بمواضيع التكنولوجيا لكن الصعوبة كل الصعوبة بالفرق بين الآباء والإبناء وأيضا كمان اللي هما الإخوة زوئي الأعق فممكن حضرتك تكلمنا عن بطاقة الخدمات المتكاملة للإعاقة والمعاقب أولا أنا برحب بحضرتك وبرحب بدكتور جمال عبد الراضي وبرحب خريل أعداد مرسي يا فاند بطاقة الخدمات المتكاملة بتقدمها خدمة مميكانة بتقدمها وزارة صدام من الاجتماع بالمملكة العربية أيها على سبيل المساعدة الكهيرة في 36 مكتب تقليل على مستوى المحظة تم سطحة كل مكتب التأهيل يعني حضرتك في أي حتة في الكهيرة تقدمت كنت تتوجهي لمكتب التأهيل في أي مكتب تأهيل في الكهيرة أيها وده ما كانش ميسر بدول كانت تدأول عبارة عن أحياء يعني كل مكتب مسؤولة عن حي النهاردة الأحياء المفتوحة تسهيلا للفئات الخاصة للحصول على بتاعة الخدمات المتكاملة سطح الخدمات المتكاملة إجراثها زهلة جدا وممكن المواطن العادي وهو قاعد في بيته يخش على الموقع موقع بطاعة خدمات المتكاملة اللي هو الأعاقة يتجز بيانته هو بورق حفته بيأخذ رقمه وبعد 60 يوم يتطلعوا بشارة بطاعة الخدمات المتكاملة يستفيد بيها في كل خدماته اللي هو دولة بعد كم يوم يا أستاذ جيرجس؟ خلال 60 يوم 60 يوم طيب معلش أستاذ جيرجس إيه الأوراق المطلوبة علشان يقدر زو الأعاقة يقدر يطلعوا البطاقة لخدمات المتكاملة دي إيه الأوراق المطلوب؟ كل المطلوب تقريب طب الحديث للأعاقة ما يكونش عادة عن ست شهور ثلاث سوار شخصية التقريب طب ده بعد إذنك يا أستاذ جيرجس مختوم من جهة حكومية ولا مش مختوم؟ من أي مستشفى حكومة مختوم الخدمة لازم مختوم من جهة مستشفى حكومية زي إيه أستاذ جيرجس مثلاً مستشفى الكوات المسلحة مثلاً؟ الكوات المسلحة مستشفى الجامعية أي مستشفى حكومي يعني隱ndوا ختمه يعمل التقارير ويختمه يهتم ذو ختمه النساء تمام أستاذ جيرجس إيه تاني حضرتك؟ بالنسبة بالنسبة اللي هي بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاق�ر حضرتك قلت صورة من التقرير الطبي أصل التعرير التبي أصل التعرير التبي ثلاث زور شخصية وصورة بطاقة ممتاز جداً البطاقة دي بقى بتقدم إيه الخدمات اللي بتقدمها لزول إعاقة يا أستاذ جيرجيس بيستخدمها في كوب وسائل جميع موصلات الدولة المجانية أو بقاجر رامضي يعني تذكرة المترو أمو 7 جنيه مثلاً بيستخدمها لنفرد المعاقب بخمسين قرش بس نصف جنيه يعني في الفصول على السيارات الجبعادة بتأذي لدعم وتخصيص نسبة الجماري بيوصل لسيارة آه تأيير نسبة الجماري بني متكيارة بوكري يؤدي بي على شواء تبع شواء اسكاب المعاقب بيبنية أولوية جميع خدمات الدولة يعني كل خدمات الدولة آه حتى قوة العظم يعني زمان أيام النظام الورقي كنا بنعمل حاجة ما يشهد التعييل بتطاعة الخدمات المتكاملة بتبني عن شهارة التعييل بتشمل كل الأوراق يعني تعتفى السند رسمي لكل الجهات يقدر يقدمهم ممتاز 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 يا أستاذ جرجس يعني معناها الغرض منها هي التيسير على زو الأعاقة بالحصول على كافة الخدمات وحقوقهم اللي هما بيسعوا إليها وطبعا التيسير عليهم وعلى أسرهم مرسي لحضرتك أستاذ جرجس نرجع لحضرتك تاني يا أستاذ جمال وإحنا طبعا بس يعني عايزين نستوفي بقى موضوع التحول الرقمي لأن هندخل في موضوع الدمج زوي الأعاقة عايزة أسأل حضرتك أهم من هم اللي هي كيف نراعي تراعي محول أمية الرقمية بين الآباء والأبناء يعني حضرتك قلت دلوقتي إحنا بتهتم بالشباب أكتر حاكي طاب والآباء طبعا تمام هو حضرتك إحنا قلنا بدل يعني مش بدل هي طبعا وزارة التربية والتعليم طبعا فيه إدارة كبيرة جدا أو هيئة اسمها تعليم الكبار اللي هي محول أمية قلب بيهتي اللي هي محول أمية الرقمية المعنى المعتاد اللي احنا عارفينه كلنا دي اسمها تعليم الكبار تعليم الكبار طبعا طيب إحنا النهاردة بنقدم ملف كبير جدا للاعتمادي أو التشريعي أن يطلع تشريعي من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بإمني يعمل محو أمية رقمية ليه لأن ده مواقبة العصر فأنا عايزي الكبير ده برضو يخش في المنظومة يعني هو لسه القرار ده ما اعتمدش من البرلمان لسه الدكتور لا لسه ده هو دلوقتي موجود تحت الدراسة يعني هو موجود طبعا يعني مقدم من كذا عدو برلمان صراحة الدكتور محمود بكري مجلس الشيوخ برضو سيد النائب برضو سيد ناصر لهم مننا كل التقدير والتحية هيدخلوا الملف ده لمعالي الوزير التربية والتعليم وهيخش البرلمان إن شاء الله يجيبوا عليه تشريع بأن محو الأمية رقمية للكبار يعني هتبقى تحت رعاية وزارة التربية والتعليم طبعا نفندم زي أم ومحو الأمية تابع وزارة التربية والتعليم دي كمان نفس الموضوع هتبقى نفس الطريقة بحيث أنها تبقى إلزمية إلزمية يعني مهم جدا أنها تبقى إلزمية حلوة حلوة مقتدية دكتور أولا هو الكبير زي ما قلت لحضرتك هو عايز يستخدم الأدنى بس من الاستردام الحاجات اللي هي الشخصية بتاعته على الأقل يقدر يعمل يتعامل مع الحكومة الرقمية طبعا أو الكامير الإنترنت بشخصه يعني حاجته الشخصية كفية عليه يعني كل حاجة دكتور دلواتي عن طريق النت يعني تزديد فاتورة هاتف تزديد فاتورة تهربة طب من اللي حضرتك بيدفع النهاردة الفواتير مش الأب والأم الأب والأم مش معقول حيجيب ولاده بقى مش كده يبقى لازم يعني عايزين نعلمه هو يعتمد طبعا قبل ما نبتدي التعليم أيها يجب مهم جدا لفت النظر للصحة النفسية لمقياس اختبار الزكاء للكبار أنا مش هعتبره أنه هو يعني آسف في اللفظ هم أبأنا وجدودنا طبعا على راسنا ومهاتنا على راسنا من فوق آه طبعا لكن أنا مش هعتبر أنه ده نوع من التخالف عقلي أو غير ذاكي لا هو مهم جدا يعرف نسبة هو مهم جدا نتعرف نسبة الزكاء بتاعته والاختبار الإكلينكي آه مهم جدا آه الإكلينكي علشان يقدر آه طب إيه رأيك دكتور جمان بقى نعرف الموضوع ده بقى من دكتور أيمن فتحي استشارة الصحة النفسية بالتأمين الصحي آلو أيها سلام عليكم أهلا عليكم السلام زيكي دكتور أيمن الله يسلمك منور جميع دكتورة ميرفت أيها مع حضرتك أهلا سلام أهلا بحضرتك منورنا يا دكتور أيمن الله يحب إحنا بنكلم طبعا دكتور أيمن عن محول أمية الرقمية وبنتكلم عن التفاوض طبعا في الأجيال بين الأباء والأبناء وقدرتهم على التعامل مع التحول الرقمي اللي هيتم في جمهورية مصر العربية عايزة أعرف من حضرتك كيفية التعامل مع الكبار في تعلمهم للتحول الرقمي هتعامل إزاي معاهم من ناحية الصحة النفسية دكتور أيمن أهلا وسهلا أهلا وسهلا برحب بكم قناة الصحة والجمال مرسي يا دكتور وأستاذ دكتور جمال الأستاذنا خبير استراتيجي في التحول الرقمي أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا وفي الحقيقة التحول الرقمي ده تجاه دولة وهيبقى فيه يعني حاجة مهمة جدا وهيبقى فيه إفادة وإضافة كبيرة جدا لإزاول الاحتجاجات الخاصة الهدف من التحول الرقمي هو التسير عليهم على الثقة دي ومهم جدا يبقى فيه يعني رفض بين استخدام التحول الرقمي على أحسن ما يكون من خلال يعني زول احتجاج خاصة بس بناء على يعني تصنفهم أو أن أنا أقدر أعرف درجة زكاء وإيه درجة زكاء مهمة جدا علشان هل الاحتجاج خاصة يحتاج مرافق ولا مش مرافق هل هيقدر يتعامل ولا لا يحتاج مساند لي أو مرافق لي درجة الزكاء مهمة جدا وده جزء من شغلي يعني فيجب إن هو أي زوج خاصة يتعامل له اختبار زكاء يتعامل له اختبار زكاء ودرجة الزكاء طب إحنا بنكلم دكتور أيما عن الكبار الكبار في السن هي المشكلة تكمن فيهم دول يا دكتور أيما والكبار برضه حدد درجة زكاءهم ولازم يكون فيه تقييمات ليهم آه ليهم تقييمات آه طبعا ليهم تقييمات والتقييمات النفسية يعني غير مكسورة على الصغار فقط لا هو التقييمات النفسية حتى على الكبار هل يحتاج مرافق ولا لا آه بالزبط طبعا فيه ناس طبعا تعبنة صحيا جدا أكيد آه آه بالزبط كده وفيه ناس عايشة الوحدة يا دكتور يعني فيه ناس عايشة الوحدة بالزبط يعني فيه ناس أيوة عشان هنا التحول الرقمي هيقدم خدمة للإنسان اللي قدر أنه يعيش لوحده وحده الخاصة خدمته تقدر لحد بيته ممتاز جدا دكتور أيما وإحنا ساعدنا جدا بكلام حضرتك ونتمنى نشوفك ونسمع كلامك الحلو في حلقات تانية دكتور أيما مرسي لحضرتك طب دكتور جمال إحنا أعتقد أن إحنا استوفينا موضوع التحول الرقمي وإدنا نوصل للمشاهد أن مصر الحبيبة الجميلة هتتحول من النظام الورقي إلى النظام التعامل بالأرقام وإن شاء الله في دورات تدريبية لكل أفراد المجتمع تخلي كل إنسان في مصر مهما كانت ثقافته ومهما كان سنه يقدر يتعامل ولو حتى بالحد الأدنى في هذا الموضوع ولكن إحنا هنتكلم بقى عن مبادرة مع حضرتك دلوقتي اللي هي نادى بيها سيادة الرئيس وهي دمج زوي الإعاقة في المجتمع ودمجهم بالمجتمع علشان يعني كله سواسية في المجتمع وزوي الإعاقة إخواتنا وحبيبنا يكون لهم نفس الخدمات وكل الشيء ومعنا بعض السور دكتور جميل على الشاشة طبعا علق لنا يا دكتور عليها تمام هنا حضرتك ده كان في معرض طراصنا في التجمع أكبر معرض جولي معرض طراصنا ده كان يعني في التجمع ده الحرف اليدوية حرف يدوية للمعاقين لا لجمهورية كلها لكن كان فيها فئات من زوي الإعاقة ممتاز ده ده معالي فخامة الرئيس عبد فتاح السيسي والدكتورة نيفين جامع وزارة التجارة والصناعة أيها كمان معالي وزيرة التضامن برضو دكتورة نيفين قباب ودي الحكومة طبعا الدكتور مصطفى مدبولي في الوقت ده وان احنا كنا بنتكلم على ان راحين لعمل مؤسسي يعني سيد الرئيس كان بيقول احنا راحين لعمل مؤسسي وليكوا اكبر مدينة في العاصمة الإدارية لزوي الإعاقة ودي ما حصلتش يعني سيادة الرئيس اه طبعا انشأ مدينة كبيرة في العاصمة الإدارية مميكنة وبرضو فيها تقنية عالية على برضو التحاول الرقم نفس الطريق والصورة دي يا دكتور طبعا دي مع الدكتورة الجميلة صاحبة الخدمات المميزة منذ توليها الوزارة التضامن معالي الوزيرة نيفين القباج دي كانت في تقديم احتفالية مهرجان أو كده لبعض الممثلين اللي قاموا بأدوار جميلة لمكافحة المخدرات والإدمان ايه دكتور طيب دكتور والصورة دي كان هنا مسترية هنا سيد النائب الجميل قوي صاحب الخدمات أول دائرة الحلالة الأوبة سيد الأستاذ سيد ناصر ده حزم مستقبل الوطن عزو البرلمان ومهتم جدا بالزول الأعق ده الدكتور مصطفى محمود بكري سيد النائب برضو عن مجلس الشيوخ برضو هو مهم جدا هو برضو متولق قضية محو الأمية الرقمية كواس جدا سيدة رئيس الوزارة نفسه يعني مهتم جدا وبيوجه كل الجات المعنية هنا برضو الدكتورة الجميلة برضو مرثة محروس عدو البرلمان برضو حمات وطن برضو دي مهتم جدا بزول الأعقاء عن تنسيقات الشباب كل الشكر والتجدير والاحترام من أنشط الناس الموجودة في البرلمان على أساس أنها تنسيقات الشباب ومدالة هيشتغل في التحول والرقم أكيد أكيد يعني واضح أن كل القيادات السياسية ومؤسسات الدولة كلها دكتور مهتمية جدا بزول الأعقاء طبعا أفهم والخطة اللي سيدة الرئيس عملها علشان يعمل حالة من دمج المعاقين بالمجتمع وعايز أعرف من حضرتك بمعنى إيه كلمة دمج كويس قوي هو حضرتك قلتي أقوى مصطلح حاليا بيتقال من فخامة الرئيس عفتاح السيسي لدمج كمان الحكومات نفسها والمؤسسات نفسها في التعامل كلمة دمج تعني الاتلاف أو الامتزاج الاتلاف أو الامتزاج أيوة دكتور فالسيد رئيس الجمهورية لما جيت كلم عن زاو الأعاقة إحنا حاليا بنعمل أو كل المؤسسات بما فيهم المزارات بيعملوا على دمج زاو الأعاقة بناء على مبادرة 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 السيد الرئيس الجمهورية طبعا سيدة الرئيس واهتمامه قال دمج زاو الأعاقة برجاء من المؤسسات الحكومية والغير الحكومية دمج زاو الأعاقة مع المجتمع والمسواب الآخرين ممتاز يعني إيه بقى مسواب الآخرين أولا كان زاو الأعاقة في الأول قبل فترة رئيسة السيد فخانت الرئيس عفتاح السيسي كانوا مهمشين طبعا سيدة الرئيس أوجد لهم كافة الحقوق دلوقتي نشكر طبعا سيدة الرئيس حتى في الكادر أيها دكتور عشان الوقت بس أرغب يخلص حتى في الكادر الوظيفي ما كانش حد بيتعين طبعا سيدة الرئيس أوجد لهم نسبة في الوظيفة أنا عندي النهاردة دكتورة سامح مدير بنك مصر فرع الروكسي زاو الأعاقة خلت مديرة البنك الفرع ليه يبقى دكتور جمال سيدة الرئيس أوجد لهم طبعا نسبة في الكادر الوظيفي ولكن احنا بننادي بالمشروعات الصغيرة لزاوي المعاقين وإحنا عارفين أن الدولة بتيسر عليهم حاجات في التسليلات في البطاقات الدرابية وفي السجل التجاري وفي الحاجات اللي بتستورد من بره كل ده هما بيخدوا عليها إعفاء يعني بنشجع كل زاوي الأعاقة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالظبط إحنا مش هنقف عند القوة العاملة ومش هنقف عند القوة العاملة وبنقول دكتور جمال متشاكرين جدا لحضرتك وتشريفك البرنامج وإحنا عايزين وقت أكبر من كده إن مصرنا الحبيبة بها 15 مليون معاق من أهلنا وناسنا هؤلاء الفئة هم أعز الناس نعتز بهم جدا ونفخر بوجودهم ونتمنى دائما لهم ولأسرهم المزيد من الراحة وتيسير الأمور عزيز المعاقة عزيزة المعاقة أنت إنسان كامل متكامل لا تنظر لأعاقتك أبدا إنها تنقص منك هي هبة من الله لك ولأسرتك وبالتأكيد ربنا سبحانه وتعالى أعوضك عليها وجعل فيك من القدرات الأخرى التي لو بحثت عنها لو وجدتها وبالفعل عندنا معاقين هم فخر المصر في كل المجالات المجالات الرياضية بكل أنواعها السلة والتنس وكرة القدم والغناء وعزفات كامانجة هم فخر والرئيس سيدة الرئيس يعني بيستمع إليهم وبيشجعهم وبينظم لهم حفلات وحاجات جميلة جدا وقلنا إن المعاقين هم فخر المصر وللعالم في جميع المجالات وإحنا بنفخر بيهم وبنقول لهم إن إن شاء الله إحنا معنا سيدة الرئيس اللي بيسهل عليكم كل الأشياء اللي جاية إن شاء الله المستقبلية وبينديهم وبيندي أسرهم بضرورة التعامل مع التحول الرقمي في مصر علشان يعرفوا كل حقوقهم المستقبلية بإذن الله وهسيب حضراتكم مع الزميل أستاذ مجدي شاكر في فيديو جميل لإحدى ملكات مصر نرجو إن هو يحوز إعجاب حضراتكم